1- أحسن جون في مصر أحمد الشناوي وجود أحمد الشناوي بين الثلاث خشبات عند الزمالك يجعله يلعب وهو متطمن حتى لو لم تكسبتش ممكن لا تتغربش وذلك يجعلك كزامالكاوي داخل الماتش وانتواس قابل 2- خمسين ماتش تابع مزنو فيه كزامالكاوي وخلصه لك شكباله حتى لو لم يحسن حالته شيكا دائما عنده الكرة اللي برسندوق عنده الكرة اللي مش هتيجي في دماغك ولا في دماغ المنافس انه يعمله 3- كهرباء أحسن لعيف في مصر حتى هو في أسوأ حالته كهرباء يقدر يخلص ماتش زاده بالكرة واحدة بس لعيب واصف من نفسه جدا واصف من نفسه لدرجة أكبر حتى من إمكانياته 4- كونك متفوج بقلبين الدفاع بتوعك على كل قلبين الدفاع بتوعك كل الفرقة المنافسة لضدك في الدولة من إنسان اللي فاتت لحد دلوقتي 5- نقطة قوة ملاش حال عالي جابر دويدار 2- لعيبة خلوك تسدى أن انت ممكن تكسب ماتش زاده مش بس في الدفاع الاتنين يداري هجمه قدام أي حد 5- خليك مطمن كزامكاوي أن انت داخل الماتش دا وانت باطل الدوري وكاسب لسه حمل اللقب السقة دي بقى لك 10 سنين معاشتاش حلو أن انت خوش ماتش زاده وانت حمل اللقب 1- ميدو ميدو عمالي يغاير في التشكيل يلعب هنا ويضع العيب هنا يمالعبوش المرة الثانية لعيب برق قايمة لعيب يدخل برق قايمة في كل الحالات الزمال الكوية خايفين من ميدو 2- طريق حامد مفيش لعيب في الزمالك يعاود طريق حامد اللعيب الأهم في التشكيلات بيضاء الطريق مش هيلعب برق قايمة أصلا الزمالك عمال يفكر بقى له كثير هيعاود طريق ازاي 3- حمادة طلبة بعيد من فعش تصدقه وتصق فيه يوم واحد بس لعيب ممكن يعمل 80 ديئة حبين جدا وهي تلاقي عليه مطش زي اللي تلاعب عليه في النجم الساحلي وتشيل خمس تجوان من ناحية 4- برج العرب ملعب الزمالك بيكرهه مطدى منصور قال ان الزمالك مش هيكسب هناك والأهلاوية مسكين في الملعب جدا بعيدا عن شغل الحسد والسح والدجل والشعوازة ملعب برج العرب ملعب واسع والزمالك بيحب يلعب على ملعب مساحته ديئة 5- كونن رئيس ناديك والشخصية دي بيعمل ضغط عليك ممكن اللعيبة تفقد تركيزها مع اول ديئة عشان خايفي من الغاط باعدوا بالفعل باعدواف